اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والعمل على زيادة التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات بما يخدم التطلعات والأهداف المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم سعدت السيد عبد الحميد أحمد خوجة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بالسفير الجزائري بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في المملكة متمنيا التوفيق والنجاح في مهمه الدبلوماسية الجديدة لافتا سموه إلى مواصلة العمل على دعم أواصر الصداقة المشتركة والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدما بما يحقق تطلعات البلدين جرى خلال اللقاء سعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية من جانبها عرب سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عن شكره وتقديره لما يبديه سموه من حرص على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين مواكدا تطلع بلاده لمزيدا من التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين اشتركوا في القناة